أظن كلنا بنستخدم الشهر العقاري يعني من أصغر الأمور التي يجب تسجيلها وحتى أكبر الأمور التي يجب أن نسجلها في الشهر العقاري طيب العمل على قدم الوساق للتوقيع النهائي على النسخة النهائية لليحة الشهر العقاري إذا صح التعبير طيب وكمان تسهيل إجراءات التسجيل خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو الأستاذ سامي إمام الأمين العام الأسبق لمصلحة الشهر العقاري منورنا أهلا بحضركم إزاي الحياة؟ نشكر حضراتكم يعني على التنوير للمجتمع منحاول فندينا لازم مستعين بالخبرات الكبيرة العظيمة من أبرك فيك يا رب الليحة اللي هتصدر للشهر العقاري هتسهم إلى أي مدى في تسهيل الإجراءات؟ هي عشان نعرف إنها تسهم إلى أي مدى في تسهيل الإجراءات نعرف السابق كان إيه؟ حلو السابق كان مليان تعقيدات وإطالة مدى وأجل يعني الطلب بيقدم شهر العقاري ورقيا ورقة بتقدم بس بدون سنة بدون أوراق ومتعد سنة ويتمتد لسنة أخرى يبقى سنتين؟ يتم شهره أو يتم تسجيله يتم امتداده يبقى سنتين الجديد وضع صقف أعلى 37 يوم ده حد أقصى بس هو عمل كده ليه؟ خلى 37 يوم دول في أقل هي مدة بحث الباحث القانوني للأوراق اللي تحطت قدامه كلها برمتها مرة واحدة لأن لا يجوز تقديم الطلب أو لن يقبل إلا إذا كان كامل المستندات من خريطة مسيحية رقمية من عقده مسجل سندة ملكية من أوراق من مستندات خلافه خلافه كل اللي هو مقدمه عشان يسجله لن يقبل ولا لن يبحث لأ لن يقبل يعني أروح أقدم الورق ناقص هتقال لي شكرا مش هنقدر أنا ما شلش بقى ما شلشان المدة بتاعتك الأول كنت بشيل مدتك يتقدم للطلب وبعدين يتبعث وبعدين يروح للمساحة وبعد المساحة تقعد مثلا شهرين ثلاث ممكن تقعد سنة في المساحة وبعد كده لسه تجيب الأوراق وبعد يجيب المستندات وبعدين يتم طبقتها مساحيا وبعدين يتم استكمال بيئة البيانات وهكذا لكن هو شايل للمواطن أنه يجيب ورقه كامل مرة واحدة معه كمان مشروع المحرر يعني المشروع المحرر يعني العقد اللي هيتم مهر أو التصديق عليه أو توثيقه أبا أنا عارف اشتريت إيه بكتب البيان المساحي عارف سنة ملكية إيه بكتبه كل ده على العقد اللي هيتم التصديق عليه بعد إعطاءه صالح للشهر كويس فكان في الأول في مرحلتين في المأمورية ذاتها إن أنا أدي مقبول للشهر أعملك زي ورقة بحث كده أخذ ورقة البحث دي أخذ المستندات أخذ كله ويكتب العقد ممكن تروح ما تكتبش العقد وتيجي أو ممكن ما تعافش هتعمل إيه فدي اسمها مرحلة المقبول ثم بعد كده لما تجيب الورق وتقدم العقد الأخضر للمأمورية يتم بحثها مرة تانية لأنه بحثه قبل كده بس يتم بحث تاني اللي هو مراجعة العقد على المسندات اللي عنده كلها لأ المواطن هيجيب عقده مكتوب جاهز والسنداته بيان المساحي سنداته الملكية كل حاجة جاهزة موجودة يطرح محطوطة قدام البحث القانون كده أنا قدمت الملف قدام الباحث الباحث يبص عليه ويقول لي ده كامل أو مش كامل مش كامل يبقى تفضل يا يوسف كمل لنا الأوراق نقصك واحد اثنين ثلاثة كامل نعملي بقى لو كان الورق مكتمل مكتمل يمضي على مشروع المحرر اللي هو يدوده صالح للشهر وبعدين يتم توثيقه أو التصديق عليه في المأمرية إنما قبل كده كده تممكن صدق عليه أو توثقه في أي مأمرية أخر في أي مكتب توثيق آخر فهنا شال ضغط لأن طبعا عشان يكتب العقد في التوثيق بياخد وقت كتير ولأنه هو عارف مضمون العقد وبياناته وكلها فقدامه محضر التصديق بيحضروا قدامه البايع والمشتري بيمضي أو يصد على توقيعه أو يوثقه التصديق بيختلف عن التوثيق التوثيق هو المحرر الرسمي في الشكل الرسمي فبعد كده بياخده يوديه المكتب الرئيسي اللي هو هيتم شهره ويعطاه رقم شهر على النهائي خلاص يبقى كده يتسجل وده في عالم الأحلام يعني ما كانش بحصل قبل كده طبعا عندي سؤال بس عشان أتأكد من حال يعني أنا لازم أروح للمكتب اللي أنا تابع لي ولا أروح لأي حتة لا ساعتك بتروح للمأمرية مأمرية الشهر العقاري يتابع لها العقار العقارة هوت وهذه المأمرية العقار تاني في حتة تانية يبقى المأمرية التانية وهكذا كل مكتب رئيسي كل مكتب رئيسي شهر العقاري في المحافظة الرئيسية شمال القاهرة جنوب القاهرة الجيزة ده أهلية الغربية مثلا ده أهلية بيبقى في المنصورة الغربية يبقى فطنطة ده اسمه المكتب الرئيسي ده اللي بيعطي المحرر رقم شهر نهائي كده شهر طب الموضوع ده ما يتمش إلكترونيا يعني مش في تسجيل إلكتروني القانون الجديد سمح بأنه هو يقدم الطلب إلكتروني ودي يعني هتخف الضغط شوية بس بردك هتعمل هتوسق الكاه للباحث بعد كده لأنه هو اللاحق جديد ستتضمن إجراءات التسجيل تقديم الطلب الإلكتروني ويتعمل بطريقة ومعينة وتحطه ده من الباحث برده كويس تسق الكاهلوف إيه بقى تسق الكاهلوف في البحث ما يبحث شوفه برده فين العمالة بقى أعداد العاملين في تناقص مستمر هبقى أنا النهاردة المأمورية اللي هي فيها عشر اللي كان فيها خمس أعضاء قانون النهاردة فيها اتنين المأمورية اللي كان بيتقدم لها أربعة تلاف طلب أو بفيش أربعة تلاف دلوقتي لو بتقدم لها مثلا ألف طلب في السنة هيتقدم لها تمن تلاف طلب وكلها يسارع بقى قبل كده ما كانش كان فيه صعوبة في التسجيل النهاردة فيه سهولة في التسجيل فطلبات كثيرة سيتم تقدمها أمام المأمورية اللي ما فيش فيها العمالة اللي هي تستوعب إنجاز العمل ده في الوقت ده الحكاية دي بصباح أستاذ ثاني سيما مش دخل مخي ما أنا أقول لك سيما أنه فيه إسناد ملكية الوضع اليد أو شهر الحيازة اللي هي لمدة خمس سنوات تتطلب منه العضو القانوني أو رئيس المأمورية أنه أنتقل في الطبيعة أنه أنتقل بقى في الطبيعة ولا هبحث يبقى أنا عاوز عمالها هنا عاوز المتخصصين عاوز أعين بحيث القانون يساعدوا في سرعة إنجاز الطلبات دي أنا أعتقد أعتقد ليه بقى؟ أنا فيه مسألة أن أنا عايز أعين ناس والعدد كافي ولا مش عدد كافي هي بتتأسس زي يعني أنا مثلا أجأ أقول والله هو برا إيه اللي بيحصل مثلا لما هو برا فيه حاجات كتير جدا بتسجل إلكترونيا وما بيقولوش إحنا عايزين موظفين أكتر ليه؟ ما أنا بقولو لازم أقيس الانتاجية بتاعت الموظف بتاعي ولازم أبقى عارف والله إن أنا محتاج في المكتب ده عشر موظفين بس في المكتب ده أنا محتاج اتنين موظفين تمام إلى آخره طيب يبقى أنا الأول لازم أقيس هل أنا عندي وسيلة للقياس عشان أنا مش عاوز أعطل مصلحة المواطن على حس إنه أصلا أنا ما عنديش بحسين كفاية ومش عاوز أعطل مسيرة بتاعت إن أنا حول الأمور في إطار رقمانة كل شيء عشان أرجع تاني على أول الخط من ساعة ما قولنا يا شهر العقاري في مصر إن أنا أبقى معتمد على إنه أصلا أنا محتاج بقى عدد كبير من الموظفين الدنيا ما بقتش كده من هو اللي سعدتك التسهيلات اللي هي تحطت في القانون ده وده تفرق على من قوانين الشهر العقاري لأن ده تعديلات جزرية متجزورة من الأزم من سنة ستة واربعين الشهر العقاري مئة واربعاتش تعمل به في سنة سبعة واربعين صدر في ستة واربعين تعمل في سبعة واربعين ومن ذلك التاريخ وما فيش تعديلات جزرية تمت فيه وأصبح فيه ترقمات كثيرة جدا وصل لحد أن يمكن الأقارات المشهرة على مستوى الجمهورية يعني لا تتعدى سبعة في المية وده مش موجود بره بره مثلا روحت المغرب روحت هنا روحت هنا التسجيلات عندهم أول بول وماشية وما فيش ترقمات فأنا قلت لسعدتك في الأول لأن أموريا اللي كان بيتقدم فيها ألف طلب في السنة ومجب القوانين الجديدة دي والتسهيلات دي هيتقدم فيها تمن تلاف طلب حلو فهي تطلب عيبقى فيه ملفات كتير جدا محتاجة بحث وأنا بديله سقف زمني الأول كنت بديله سنة وتمتد مفتوح سنة وتمتد ده مدة التطلب دي بردو كانت مأساة يحد عشان يسجل حاجة يقعد سنتين لأ مش بيقعد سنتين بنادك العمر مش بيقعد سنتين نبقى ده أكتر من كده كمان ها ليه بقى فيه مستندات يا ليه بقى يكمنون مستندات بتتوالد من بعضها البعض يعني لأ محتاجين دي لأ إعلام مراسة هنا لأ هنا وصية واجبة لأ هنا جيب لي موافقة الأوقاف لأ هنا هاتلي مش عارف موافقة مين هاتلي هنا هات موافقة الحي هات مصلحة هات غيره وكل ده بيحتاج وقت هو رمى الوقت ده كله على المواطن يقدمه يقدم لورقه كله مستوفي طب لا أنا يمكن فيه في دماغي أكتر من تساؤل وأكتر من علامة تعجب بصراحة بس خليني هستأذن هروح لفاصل ونرجع مرة تانية بعد الفاصل خليكم معنا نرجع مرة تانية لأستاذ سامي إمام الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري الأسبق استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية بقى أنا قاعد أنا وسامي بإمام دلوقتي عملينا تناقش في حجم الطلبات اللي ممكن تقدم بعد هذه التسئيلات فقال لي سامي بيقال لي إحنا تقريبا ممكن يتقدم في اليوقف السنة 8000 طلب للمكتب ولو افترضنا إن في مكتب يبقى فيه تنم ووظيف قاعدنا بقى نحسب نقولها تاني مع بعض نقولها نقولها تاني إحنا لقينا إن إحنا فيه عندنا تقريبا 260 يوم عمل ماشي لو إحنا اعتبرنا إن إحنا بنشتغل خمس أيام من كل أسبوع مضربين فيه 52 أسبوع يبقى 260 يوم عمل طيب وأنا عندي 8000 طلب مثلا في هذه الحال هيبقى فيه عندي اليوم ب30 طلب على 2 موظفين يبقى كل موظف ليه 15 طلب على 8 ساعات يبقى الموظف هو ليه طلبين في الساعة الموظف بقى ينتقل في الطبيعة مثلا في خمس طلبات من دول على الأقل يبحث الملكية على الطبيعة بيعمل معدر تعقيق في الطبيعة بيقول إن ده اللي أنا عندي حالة وضع يد أه حالة وضع يد ودي هتجيلي كل يوم ده هو كله الشغل هينشتغل على الوضع اليد أنا معي عقده مسجل ونام في البيت هجيبه وحط تاني يوم أخده على نظام القانون ده عقد المسجل بتاعي فيه بيان مساحي فيه كل بياناته هجيبه تاني يوم هاخده على طول مش محتاج بقى شغل كتير إنما اللي محتاج شغل هو التحقيق في الطبيعة سأنا هيجيلي وضع يد ده محضر عشرة في المية وضع يد نعم عشرة في المية وضع يد هيجي كتير كل الدولة كل الدولة مش مسجلة هتأيع عمارة فيها كده حد مسجل كل الشوء دي هتقدم تسجل لأ عمارة فيها حد مسجل ووضع يد دي قصة تاني ووضع يد ووضع يد ما كل واحد ووضع يدو على الشغل اللي قعد فيه بعد ابتدائي مدة خمس سنوات ده لأ دوات القانون سمح له انه هو يسجل طب أنا هعين دي بدون تسلسل ملكية يعني هروح عين دي في الشقة أنا كموذف هو القانون القانون قال كده ووضع يد ومدة خمسة شغر سنة كسب ملكية اللي هي الحاجات اللي بتقصيط لحد ما تتسجل لأ مش اللي بتقصيط انا بكلم على الملكية ماشي انت اشتريت شقة وقعد فيها خمس سنين وماك عقد ابتدائي بيعاوز تسجلها القانون سمح في المادة عشرة من القانون دول ان انت تسجل الحيازة المختارنة بعود ابتدائي ووضع يدك فيها خلال خمس سنين متصلة وبحس النية وبقصد التملك انما الاختصاب والغصب والاعتداء عن الملكيات دي مش محسوب عندنا كويس احنا بنسجل الناس الصحة عشان كده القانون غلزوا العقوبة اللي بيقدم مستند مزور بغرض التسجيل يبقى مدة الحبس بتاعته من سنة فأقصر كويس يعني واحد اشترى شقة وقاعد فيها ولسه العقد ابتدائي اه انا كده بعتبر ووضع يد اه خمس سنين جميل ساعتب انا عايز اسجل بقى طب انا كده ععتبر بيجيب بقى وصل المية والنور ودلالة وضع يد وقدمت الطلب وقدمت الطلب هيحصل ايه يعني البحث القانوني هيعمل ايه وبيراجع بقى المسندات دي حلو وبعدين هينزل من مكتبه علشان يروح يعمل ايه يعني هيعين الايه والقانون والليحة والليحة اللي هتنزل هتقول كده هتقول اللي هو المدة الخامل الخمسشار سنة المادة 23 مقرر من القانون الجديد وكانت موجودة في القانون القديم بس فيها تعديل بسيط في القانون الجديد انه هو انه يتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة اه للملكية مادة 23 مقرر بيتم التحقيق فيها بالطبيعة وتعمل فيها معدر التحقيق في الجريدة وتكتب مذكرة وتعرض على عمين المكتب في لجنة ثلاثية يتم اصدار القرار بالتملك بوضع اليد طبعا انا هقدم اهو رأيه بتقدم حسب ما القانون ايه اه بتقدم الخريطة سند الملكية مشروع المحرر بتاعك اه بتقدم اذا كان فيه اعلام مهراسة اذا كان فيه اه مستندات اخرى تتوقع مع بعديها واللي هيسهل في الموضوع اكتر انه هيبقى فيه نمازك حلو اه فيه نمازك اه النمازك دي تفرع جدا جدا لانه الباحث ساعتها وهو موجود هيبص عينه رايحة على الحاجة النموذج واضح بملاء وهو القانون صدر قانون صدر وعارف الحالة الموجودة بالزبط عشان كده هو اه يعني ايه سمح بان يبقى فيه اه نمازك جميل لحضرتك جاي وعاوز كذا حالتك ايه كذا نمازك اهو هتملاها تدخله هتقدمه للمأمورية يكون مستوى في كل اوراقك جميل جدا المأمورية هترجع لك وتخلص لك وانا قدرتبع النمازك دي من بيتنا عن طريق الموقع اكيد اكيد هتبقى موجودة في المأموريات او هتبقى موجودة على الموقع او 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 يتم املاقها من خلال الموقع انا حب ايزا كان الكتروني انا حب الحاجات الكتروني لها خطوات زي كي انك بتقدمه في الطبيعة سابق متقدم قبل كده لأ ما فيش طب تعال بقى اخد ورقك كده يعني هو فيه انجاز في القانون ده فيه انجاز كبير جدا بس طبعا قانون جديد اوه الالكتروني احنا مزينه على الشاشة اوه هينزل بقى اللي جميل انا ممكن حتى اقرأها لحضرتك من عندي اي روحي نوفمبر تعالى يا نوفمبر ايوة اهي يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بالتطبيق الالكتروني على ان يتقدم باصولها قبل التوسيق ايوة يقر مقدم الطلب بالصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه وموافقته على جميع الشروط والاحكام وبمضي بعد حفظ البيانات والمستندات يظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه وساعته وتاريخه حلو خالص فور انتهاء الطالب من الحفظ عمل تسيف يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية ليقوم بفحصه واختار ده يوفر المشور للمأمورية بالزبط ما تستوفي الطلب شكلا واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يختر مقدم الطلب برسالة النصية يعني فيه طلب سابق قباية دي يملكها واحد بس فيه واحد تاني قدم انه هو بيملكها باسم التعارض يسبقه طلب فبيقوله الطالب مقدم الطلب ان انت فيه طلب سابق على على فطبعا لن يتم بحث الطلب اللاحق الا اذا تم استفاق الطلب السابق وخرج من المأمور طبعا طبيعي منطقي منطقي قانون الكده الجديد طيب هل انا بقى ان شاء الله يفترض ان انا ادرب الباحثين بتوعي على القانون والليحة الجديدة قانون والليحة ونظام الرقمنة لان في الغالب العام من الباحثين او الموجدين يعني يمكن يكون مش هنقول خلاص يعني بدأ ايه بلوغ سن المعاش بدأ ان هو يعني مفيش دم جديد نزل من تحت عشان يبقى متضرب وفاهم يحل محل بقى اللي طالع معاش لان ده الجديد غير القديم يعني الموظف خلاص هقولك انا خش ليه في الميكانة والقصص دي ما عندوش بكلمك بصراحة ما عندوش انما الجديد فاهم فحنا بردك عاوزين ندعم عشان نحافظ على قوة القانون ده القانون ده تفرف عالم التسجيل حلو وهنوصل به قول 70% النهار ده لما اوصل 70% يعني انا بعمل 70% استثمارات عقارية في قلب البلد بعمل 70% بحد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعقارات في 70% من العقارات بعمل استثمار اجنبي استثمارات العقارات بتبقى واضحة البلب بتنتعاش بيحصل موارد من جراء التسجيل ومن جراء التعاملات المتعلقة بالعقارات سواء في البنوك او خلاف او التدول بالطبيعة او الشراء او البيع كل ده يعمل انتعاش لو احنا قلنا 70% بس وسبنا 30 دول بمشاكلهم طب هي برده طفرة طفرة في القطر المصري من سنة انا احسبها من سنة 82 للنهاردة اه اه ليه لان لان القانون القديم اللي هو صدر ايام محمد علي عالج المشاكل دي من 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 الازل حتى 1805 ثم حتى 1923 حتى 1946 بدت المشاكل تتراقم ويحصل لما فيش تسجيلات في العقارات من الستينيات لحد النهاردة عشان بقى الرسوم عشان ضربة الصرفات العقارية عشان التعقدات الموجودة في الشر العقاري عشان المساحة عشان انا بوزعك على كذا جهة تروح هنا تقدم هنا مفيش وان ويندو لأ فيش بابيك كتير فبقى دي كلها دي يعني عملت عرقلة وتباعدت الملكيات عشان كده جي القانون في القانون ده يعالج تسلسل تسلسل الملكيات لانا كنت بقى لزمك الملك الاصلي فهنا القانون عالج الحتة دي ودي اللي هتسمح بكثير من الناس ان تتقدم بطلبات وانا بدع المصريين كل واحد له عنده محرر عرفي او خلاف ان يتقدم بشهره من نسبة العقار بتاعه اللي قاعد في خمس سنين ما عندوش بقى سنة ملكية اصلا عنده وضع يد خمس شهر سنة ينزل بردك لان دي هيعد العقارات وحافظ على السروة العقارية الموجودة في مصر وخليها سروة منتعشة طبعا بدأ ما خاملة بقت منتعشة اظن كمان انه في الحالة دي انا طبعا بعد اذن حضرك باشكر القيادة السياسية ومعالق وزير العادل امر بيه ورئاسات المصلحة الحالية او سابقة او جميع زمالية انه في الشهر العقاري طبعا انه هم هيساعدوا ويسهموا في انتعشة العقارات في مصر جراء التسجيل اصلا الحكاية كمان هتبقى اسهل اوي لما هيكتمل مشروع الرقم القومي للعقارات كما انه بقى انادي وايدك واوناشدك في كل مراحل ازعتك ان انت تطالب الرقم القومي للعقار نا ده هو هيتعمل مركز قانوني للعقار هيتعمل مين ملك العقار ده يوسف فيه خلاص مين ملك العقار ده سامق مين ملك العقار ده بقى تلزقة فيه تداول بقى على طول اوتوماتيك مش محتاجة ده بقى سبعة وثلاثين يوم ولا اي حاج طبعا هتเปit حكاية كده اا شك الدبور بتشيل دي تحطها هنا aqui كده خلاص بقى بتاعتك ها ها يا سبيبي نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة وقفتنا كمجرة العادة بالقطع وخلينا ان شاء الله بتنزل الليحة ايوه عشان يعملوا ايه بإذن الله يعني هيبقى شرح مجان توكلنا على الله أنا يمكن هحاول ألم بقى الموضوع بتاع التسجيل الإلكتروني ده يمكن لعزيزي المواطن في السريع كده مولانا حضرتك عن طريق التطبيق هتقدر تعمل ايه بتقدم الطلب والبيانات والمستندات المرفقة على نموذج محطوط فين محطوط على التطبيق الإلكتروني بس في حاجة مهمة لازم هتاخد الأصول وانت بعد كده رايح على المكتب لازم هتاخد الأصول طيب الخطوة التانية بتاعتك اللي على التطبيق ان انت بتقر ودي حاجة برضه مهمة احنا ما بنهزرش احنا بتكلم على بيانات ومستندات كلها سليمة 100% ودقيقة 100% كل ده لسه على التطبيق طيب بعد كده بتعمل حفظ بتعمل سيف ماشي التطبيق هيعملك ايه هيطلعلك رسالة يقولك ايه دي الرقم بتاع الطلب بتاعك وحتفظ بقى بهذه الرسالة تاخدها سكرينشوت تكتبها على اللي رايحك طيب بعد كده بعد ما بتعمل الحفظ بيحصل ايه بقى النحية التانية نحية التانية اللي بيجرى انه الطلب بتاعك خلاص بقى موجود الناحية التانية بقى موجود هناك في الشهر العقاري عند الموظف المسؤول عند الباحة القانوني المختص بهذا الامر طيب كده تم استفاق الطلب ايه شكلا زي ما قال لنا بقى سامي بيه طب افترضنا ان كان في طلب معمول من قبل كده هتلاقي جاي لك رسالة نصية بتقولك لأ ده فيه طلب كان معمول من قبل كده فلازم الاول نعرف المركز القانوني لهذا الطلب وبعدين نبدأ بقى نستقنف العمل على الطلب بتاعك اذا امكن لحد كده ونشكر مرة تانية سامي بيه ايمان شكرا لحد رطب يا عام لمصلحة الشهر العقاري الاسبق لا ما احنا لونا الشرح ده احنا ادوات في المجتمع بقولت فينا شرحت ده من ساعة بعض الله يخليك يا سبيبي ربنا يخليك على كل احنا هنا بنتكلم على تطور رائح حاصل من سنة واثنين وثلاثة وهلما جرى لسابعة وثلاثين يوم لسه اسبر والله هتوصل لمرحلة انك انت بتتكلم في 24 ساعة وتمانية واربعين ساعة في حال بقى اتمام عملية الرقمانة بالكامل والرقام القومي بتاع العقارات هتبقى حاجة عظمة مزيق يعني